بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل اليوم محاضرات موضوع Flow Through Pipes ونحن نشوفنا المرة اللي فاتت النهاردة هنتكلم على Entrance Region منطقة المدخل بتاعة الPipe الRegion بتاعة السريان في المدخل بتتأثر بالPhysicus Shearing Force وبالتالي أنا عندي منطقة المدخل دي من المنطقة المهمة جدا في دراسة السريان خلال المؤسير وبالتالي بيبقى أنا عندي هنا المنطقة اللي بتتأثر دي بيبقى عندي فيه الباوندري لير وبشوف مدى نمو الباوندري لير في اتجاه السريان فأنا عندي المنطقة بتاعتنا بتنقسم إلى نوعين الباوندري لير وهي المنطقة اللي بتتأثر بالPhysicus Effect ومنطقة الكور اللي احنا بنسميها المنطقة اللي هي ما بيكونش فيها تأثير الفيزيكوسي بيكون السريان فيها تقريبا frictionless flow يعني frictionless effect arc negligible الكلام ده واضح في الشكل اللي قدامنا ده بص كده اللي هي منطقة المدخل دي أنا عندي السريان دخل للبيب الباوندري لير بتبدأ تنمو 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 زي ما انت شايف بهذا الشكل لحد لما تصل إلى نقطة معينة يبقى من برض نفس الكلام باقي البايب هتلاحظ إيه؟ هنلاحظ أنه عندنا هنا نعود تاني بنقول أنه عندي الباوندري لير هنا بتنمو بلاحظ أنه ده لتأثير على توزيع السرعة يعني توزيع السرعة هنا بيختلف عن توزيع السرعة هنا بيختلف عن توزيع السرعة هنا يعني الروسي بروفايل بيفضل يتأثر بهذه المنطقة لحد لما نصل إلى نقطة بيكون السريان وصل فيها إلى أنه أصبح سريان كامل النمو بنسميها flow default region المنطقة السريان كامل النمو منطقة السريان كامل النمو وصلنا فيها عند المنطقة دي بتعني إيه؟ بتعني أنه لو خدت أي سيكشن تاني ورسمة الفلوسي بروفايل بلاقيه بيتطابق تماماً ما بيحصلش أي تغيير فيه وبالتالي بسميها الـVolute Defaulted Philosophy Profile أو الـVolute Defaulted Region يبقى ده بيديني تأثر منطقة المدخل بالـBoundary Layer لاحظنا أنه السيكنيس في Boundary Layer بيزداد زي ما قلنا وشرحنا أنه بيصل إلى لحد لما يصل أورب السنتر لان عند المنطقة اللي في السريان كامل النمو بنلاحظ أنه الطول المهم جداً اللي هو الطول اللي بتأثر لحد مناصق لمنطقة السريان كامل بنسميه LH وده بنسميه اللي هو Entrance Length وده بنسميه الـHydrodynamically Defaulted Flow في المنطقة اللي بيصل فيها بعد هذه المنطقة زي ما قلنا الـVolute Profile is fully defaulted and remains unchanged وبالتالي السريان is to be Fully Defaulted Flow زي ما انت شفت هنا عندنا عند الـFully Defaulted Flow لو انت بصيت للـVolute Profile رسمناها مرتين بيحبق هو الـTypical ينطبق يعني ما بيتأثرش بعد كده المنطقة أنا كده وصلت لمنطقة Fully Defaulted Flow الطول ده مهم جداً بالنسبة لنا وبالتالي بنشوف الطول ده بتحسب ازاي الطول ده بتحسب Dependent على نوع السريان وطبعاً في دكارب كتير فلقينا انه في حالة لما السريان بيكون laminar بيبقى تقريباً 0.05 RE في الديامتر يبقى أنا بشوف القيمة RE كام وبضرب في الديامتر وبضرب في 0.05 يطليني تقريباً طول الـEntrance بتاع المنطقة بتاعة المدخل بتاع الـPipe في حالة اللامنر في حالة التيربلانت الـHydrodynamic Entry Lens وفي تيربلانت فلو بيقرب بالمعادلة اللي قدامنا دي اللي هي بتقول 1 انه الطول ده بيساوي 1.359 DRE أو السرب يبقى شوفنا الطول في حالة اللامنر والطول في حالة التيربلانت براكتكال بالنسبة للتيربلانت فلو لقينا انه بالنسبة للتيربلانت فلو عمليا تقريبا في الـPractical بيلاقي ان الطول عبارة تقريبا عن 10 أمثال الدهامتر وطبعا ده احنا بنستخدم الحاجات الـAproximation اللي جاي من التجارب فبتفيدنا على طول نمج أصنع بايب وعايز أبعد في منطقة أو بصنع طانيل وعايز أبعد في منطقة القياسة بتاعتي عن منطقة تأثر المدخل با inlet للبيب ووضحناها من الحاجات المهمة جدا بالنسبة لنا في هذا الموضوع ونستكمل المحاضرات في المحاضرة القادمة إن شاء الله